السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي قلبي عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم زي ما وعدناكم بفيديو منتظر عن لعبة المدرب الافضل وتكتكاتها المرعبة جدا اللي بنقدمها. ان شاء الله النهاردة معانا تكتكين مرعبين جدا مش تكتيك واحد زي ما احنا متعودين. ان شاء الله النهاردة معانا تكتكين قويين جدا 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 ازا كانت اربعة تلات تلاتة ازا كانت اربعة اربعة اتنين بي او تلاتة اربعة تلاتة او حتى اربعة اتنين اربعة كل تكتيكات دي معانا النهاردة بازن الله هنتكلم عن التكتيك التكتيكين دولت اللي هينفعوا الخطط دي كلها وزي ما شفتوا في عنوان الفيديو ان ده تكتيك جديد واخراف اللي هنطبقوا النهاردة فبنرغي كتير لاكال عنيف وش سبسكرايب لو انت فرج علينا ويلا بينا نخش في الموضوع ورجعنا لكم من تاني من داخل اللعبة زي ما انتم شايفين مع فريق نادي اتالانتا اللي بيبدأ مع خطتنا النهاردة وهي خطة اربعة اربعة اتنين حرف الخطة اللي اعتبر بتعتمد على تمركزاتها كلها في كل حاجة زي ما هي مش هنغيرها حتى خطة اربعة تلات تلاتة اللي حابي بانو يلعب بيها برضو موجودة معانا هي ايا كانت الخطة اللي انت هتلعب بيها هتلاقي تكتيكاتنا النهاردة بازن الله قوية جدا معاها وحتنفعك وحتبقى يعني مفيدة بشكل كبير جدا 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 فيعني فيديو ما تقلقش هيوفي زي ما وعدنا حيوفي بكل التفاصيل اللي احنا وعدناكم بيها بازن الله تكتيك قوي جدا دلوقتي التمركزات تفقاش كلام كتير هنروح على طول على ايه تكتيك عشان خاطر نعرفكم بيه النهاردة معانا تكتيكين اقوى من بعض بازن الله اولهم هيكون التمريرات النهاردة اللي هتكون عقليته التمركزات اللي هيكون كل في مكانه الهجوم في مكانه والوسط في مكانه والدفاع في مكانه بس اقول لك على حاجة دي لما يكون خصمك لما انت تكون اقوى من خصمك فقط يعني ما تباش لا اضعف ولا قريب منه حتى وتلعب بالتكتيك ده عشان ممكن تخسر الرقابة اللي هتكون دفاع منطقة والتسلل اللي هيكون لا او الارقام اللي هتكون تسعة وخمسين تسعة وخمسين تسعة وتلاتين هيكون بناء اللعب البطيء تكتيك بنهج بفكري مختلف جدا عن التكتيكات اللي فاتت النهاردة بنعتمد على بناء لعب بطيء من الخلف بيؤدي الى سيطرة واستحواز كبيرة جدا على الكرة لصالحك فتقدر ان انت تستفاد بها في الملعب منك الاقوى فتسيطر على الملعب بالطول وبالعرض تكتيكنا التاني النهاردة وهو الى اجناب اللي هتكون مع الوسط المساند للدفاع في حالة اذا كنت انت قريب من الخصمة او اقوى منه ممكن تلعبها لو اضعف ولكن ما بنصحش بيها ولكن اه لو انت اقوى عادي جدا تسبت الوسط اه في مكانه ما فيش مشكلة ولكن انا عموما للناس اللي بتقلق فممكن ترجع الوسط يساند الدفاع الركابة اللي هتكون دفاع منطقة والتسلل اللي هيكون لا والضغط اللي هيكون سبعة وسبعين واقاع اللي العقلية اللي هتكون تسعة وخمسين زي ما هي واخيرا هيكون البناء اللي هيكون ستين زي ما انتم شايفين سبعة وسبعين تسعة وخمسين ستين تكتيكنا التاني المرعب ايضا النهاردة بازن الله تكتيكين للاجناب والتامرات تكتيكات يعني مش مزعالة حد عايز تلعب كده يلعب وعايز تلعب بالتكتيك ده سراعة جدا 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 في فيديو كان منتزر بزي ما وعبتكم ان احنا نزل لكم او تكتيكات مرعبة قوية قدمة بازن الله فأتمنى انك تكون عملت العملت اللايك واشتركت في القناة لو انت المرة تفرج علينا وشوفكم فيديوهات جديدة بازن الابطال سلام عليكم.